موسيقى هاي بشتويت الماضي كنا كتير مراكزين على الملابس الأبيض الأسود أو المونوكروم أما لهيدا الخريف أنا حابة أحكيكم عن نقشة جديدة كتير مميزة وهي التارتن برينت أو البلايد كلوذينج وهي كمان النقشة التقليدية بسكوتلندا نقشة التارتن صارت موجودة بجميع المتاجر وكل المصممين صاروا معتمدينها بطريقة مختلفة فيك تلاقيها على أكمشة مثل القطن أو الحرير أو حتى الفرو كمان فيك تلاقيها على عدة موديلات فيك تلاقي هيدا النقشة على أميس طنورة، سرويل أو حتى فستان اليوم حاب بركز على الأميس التارتن تحديدا وأعطيك أفكار عن كيف بحب البسها أول شي فيك تروح إلى لوك كتير كاجول البس الجينز مع حيالة طب بتحبيه وربطة الأميس التارتن حاول خسرك بيعطيك لوك كتير تسعينات ثاني فكرة هي أن تلبس فستان واسع عندكها وتحط الأميس التارتن فوق كتافك أو حتى تلبسي وتعلي كمان ولا يعطيك كتير لوك أنيك ثالث شي، البس أميس التارتن بلوك رجالة اختاري مع جيوب من قدام واللبسي مع بطنو يكون دايه ولونه زيته عتمد اللوك السبياني واللبسي كنزة تكون واسعة فوق أميس التارتن وخلي الكمان يضلون مبينين تقدر التلبسي مع تنورة أو مع بطنو جينز سكيني دايه أو حتى مع بطنو الليذر كمان يكون دايه ثالث فكرة هي أن تلبسي فستان دايه مع الأميس التارتن من فوقه اختاري جواري بنسائية أو كولان ولبسي معه الجزمة بالأسروب العسكري أو الكمبات بوتس آخر فكرة هي أن تلبسي أميس التارتن مع لجينز ومع جزمة تكون عالي لركبتك أو النيهاي بوتس كمان فيك تزيدة من فوقه الجيلي أو الويستكوت الفرو اللي بيوصر لخسرك هيدا كان كل شي لليوم إذا حابت شوفي أفكاري ضفية زوري www.lamodulana.com أو إذا لديك حيالي السؤال تركي لي بخانة التعليقات وتواصلي معي عبر الانستغرام والجوجل بلوس وما تنسي تعمل سبسكراب كلمان تحضريني كل أسبوع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة